السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اي رأيكم بقى لو نعمل تحلية كده حلوة وسريعة لأولادنا في العيد زي ما انتم ما شايفين كده مقادير بسيطة ومقادير موجودة في كل بيت وهتعمليها وهتكون موفرة جدا جدا شوف بقى الحلوة والجمال شوف بقى لما تقدميها لأولادك حاجة كده خطيرة ايس كريم القريو اي رأيكم لو نشوف عملناه ازاي ونفرح ولادنا في العيد ونعمل لهم حاجة بيحبوها ومكونات موجودة في قلب البيت بتاعنا وكمان هنعملها بالمعلقة يعني هنعملها بمكونات موجودة في البيت ومن غير اي تكلفة والطعم مش عايز اقولكو تحفة يلا نشوفوا مع بعدينا معصومة في البيت البسيط يلا يا احلى احبابي ويا احلى متابعين ويا احلى مشاهدين يارب يكون الفيديو النهاردة حلو وخفيف وتستفدوا منه ما تنسونيش بالشير والاشتراك واللايكات ويلا نشوف الطريقة يلا بينا وعلى بركة الله وهنسمي باسم الله وهنجيب بسكوية الاريو الكيس ده يا جماعي اللي هو 3 كتع انا جايبه 12 كيس لكن انت لو عايزك جيبي على عدد اسرتك هات العدد اللي يعجيبك ومعي هنا سوداني انا دقاه خشن شوية وكمان حليب بودر وكمان كريم جونتي خام من غير سكر وحليب كامل الدسم ياريت يكون حليب كامل الدسم عشان يطلع طعم الاريو بتاعنا او الايس كريم حل وتبدأي تجيبي اي حاجة كده هو تدق بيها وتبدأي تاخد الكياس كده قبل ما تعملي فيها اي حاجة وتدق البسكويت من جواها بعد كده تجيبي مقص وتبدأي تعملي لها اي فتحة من اي اتجاه انت عايزها انا بصراحة حبيت كله يبقى من ناحية البسكويتة كده من فوق عشان ياخد كله شكله واحد زي ما انتم ما شايفين كده تبدأي تنزلي كده البسكويت كده في قلب الكيس اللي تحت وتقصي اي فتحة من اي حتة تعجبك اهي زي ما انتم ما شايفين كده بص بقى متكسر من جوا بس متكسر مش ناعم قوي يعني انت تتغطيها عليه كده بالزبط يعني احنا بنعمله تخين شوية بعد كده تجيبي حاجة لها بقى ضيقة زي ما انتم ما شايفين كده تجيبي السلطانية ديت او تجيبي كوز دوت وتبدأي توقفي فيها الكياس بعد كده تجيبي الخلاط بتاعك وتبدأي تنزلي بقى بص يا جماعة دي مج الشاي انا نزلت هنا باربع كباية من الحليب كامل الدسم ده الحليب بتاعنا العادي اللي احنا بنجيبه من اللبان انا نزلت دلوقتي باربع كبايات اللبن ده ماغلي وموجود في التلاجة سائع اهم حاجة يا جماعة وانت بتشتغلي الحليب بتاعك يكون سائع من التلاجة لانه لو سخن او دافي هيبوز لك الايس كريم بتاعك بعد كده انا نزلت ده كريم جانتي خام من غير سكر نزلت باربع كبار من معالق الاكل وكمان دوت حليب بودرة هتنزلي باربع معالق كبار من حليب البودرة من معلقة الاكل يبقى انا دلوقتي نزلت باربع كبايات من الحليب كامل الدسم بس يكون جاية متلج من التلاجة يعني تخرجي من التلاجة وتشتغلي بيه على طول وبعد كده تنزلي باربع معالق كبار من الكريم جانتيه الخام واربع معالق كبار من الحليب البودرة وكمان تنزلي بالسكر لكل كباية معلقة ونص من السكر او ممكن تنزلي بمعلقة لو انت مش عايزة مسكر قوي انا نزلت هنا بمعلقة ونص لكن انت ممكن لو حب تنزلي بمعلقة بردك حلو بس انا حبيته مسكر فانزلت بمعلقة ونص من السكر يبقى هنا الحليب بتاعي يا جماعة ده سائع من التلاجة لازم ما يكونش سخن ولا دافع عشان ما بوزلكيش الايس كريم وطبعا هنا تلع معي كتير فانا فضيته في حاجة كبيرة وقلب وبدأت ان انا في الخلاط احط حبة حبة واضربهم كويس جدا بعد كده فضيته تاني في الكوس دوت عشان ليه بوء عشان يساعدني بان انا اصب بيل منه في الكياس بعد كده انا معي هنا عصيان الايس كريم طب لو ملقتهاش تجيبي عصيان الشيش طوق الشيش طوق يا جماعة تقولوله اديني اقصر نوع عندك ده تلع اقصر نوع عند الرجل فانت بتقيسي كده الايس كريم وبعد كده تاخدي حبة كده من فوق تاخدي كده شوية وتبدأي تقصي او تقطاعي الزيادة دي يعني ما تخليش العصايا بتقولها لا تقطاعي منها حبة عشان كمال لما يدخل في قلب الفريزر يعني ما تضيق كيش وتدخل بسهولة بس هنا بقى يا جماعة لو حطيت عصايا واحدة من الشيش هيطلع معيك خفيف جدا وضعيف في الايس كريم فاحنا بنحط ثلاث عصيان او اتنين مع بعض تاخدي الثلاثة تدخليهم مع بعض كده وتدخليهم في قلب الكيس يعني في ناحية واحدة خلاص يبا انت في الشيش تووك لما تجي تحطيه في الكيس ما تحطيش عصايا واحدة تحط عصايتين او ثلاثة عشان يتحمل الايس كريم ويمسك في العصايا بعد كده انا حبيت بقى بصراحة دي حاجة زيادة من عندي انا هنا جبت شوكولاتة خام وبشرتها كده بالسكينة وكمان انا معي السودان اللي انا قلتلك ده اخشن شوية بدأت اخد كيس القريو زي منتم ما شايفين كده افض حبة من البسكوت وابدأ ان انا احط بمعلقة الشاي الصغيرة حبة من الشوكولاتة وحبة من السوداني وبدأت ارجع تاني الحبة بت البسكويت اللي انا فضيتهم وحطت من الخليط بتاعي دوت وبدأت احط بقى اللي انا هحط معلقة او خشبة الايس كريم او اي حاجة زي منتم ما شايفين بص معلقة الاكل كده والله بتبقى جميلة جدا وبتدي شكل حلوى قوي وبتحب يعني الاطفال بيحبوها بصراحة زي منتم ما شايفين كده بصي بفضي حبة هم من البسكوت وابدأ ان انا بمعلقة الشاي الصغيرة احطها حبة من الشوكولاتة اللي انا بشراها وكمان هحط حبة من السوداني طبعا الحكاية دي اختياري يعني لو انت مش عايزة تحطيها ما تحطهاش يعني هو كفاية والله البسكوت بتاعك تكسريه تدقيه بس بسيط كده وتنزلي بالخليط وتحطيه بردك طعمه حلو قوي لكن انا حبيت يعني احط شوية من الشوكولاتة والسوداني ابيدي طعم بردك كويس مبقى شمي يعني ببقى حلو فانت عايزة تحطي كده حطي عايزة تعملي كده اعملي اللي يريحك ده ماشي وده شغال وده طعمه حلو وده طعمه جميل بردك وتبدأ تنزلي في الكيس زي ما انت ما شايفة كده وتبدأ تصبي برحة بس مش للاخر قوي لأ يعني تسيبي بردك حبة في الكيس عشان لسه يعني لما يدخل في الفريزر ما يقعش منك وتبدأ تحطي كده في النص العصاية بتاعتك يبقى انت زي ما انت ما شايفة كده بص عصاية الشيش طوك يا جماعة هتبدأ ان انت تقصيها حبة ما تخليهاش طويلة ولما تجد تحطي تحطي تلاتة دي اول حاجة تاني حاجة الحليب يا جماعة لازم يكون سائع من التلاجة وانت بتشتغليه بعد كده الجداء ان انت تحطيهم بقى في حاجة بقاها ديق على اساس ما عايزة اللي كياس تبقى وقفة ما تميلش شوفوا يا جماعة ان الاربع كبيات بصوا فض عندي كبية كمان هي الزيادة انا عاملة هنا دول اتناشر كيس من بسكوت القريو اللي اتناشر كيس اخدوا معي كده يعتبر تلات كبيات حليب بس فانا بقولك على الزيادة ديت عشان انت متعملهاش ويتركن عندك لكن انا بالنسب لي دخلتها في وصفة تانية وبعد كده تدخليها في قلب الفريزر ويطلع معيك بالشكل ده هس بيها حوالي تلاتة اربع ساعات وفي الاخر تلاقيها يعني حاجة كده جميلة بصراحة وسريعة كده وحلوة وطعمها طحفة يبقى انت اشتغل بتلك كبيات بس لو انت عاملة اتناشر باكو لكن انت لو هتعملي كيه ستة مثلا ست كياس فالست اللي كياس هياخدوا معاك كوبية ونص من الحليب ومعلقة ونص من الكريم الجانتي ومعلقة ونص من الحليب البودر وكمان بالنسبة للسكر هياخد حوالي معلقتين او معلقتين ونص شوفوا بقى يعني حاجة موفرة جدا جدا ومش هتاخد منك اي حاجة وهترمي معاك وهتديك كمية وفيرة يبقى انت لو هتعملي ست كياس هتعملي كوبية ونص بس من الحليب يعني كوبية ونص عملولك ست كياس من الايس كريم اللي انتو شايفينه ده والحليب يا جماعة لازم يكون متلك تاني انا بأكد على المعلومة دي عشان ما يسيحش البسكوت ويقى طعمه مش حل وقادي وصفة النهاردة خلصت يا رب تكون عجبتكم واستفدتم من الفيديو فما تنسونيش بالاشتراك اسفل الفيديو في اللون الاحمر ولما يطلع عليك الجرس تدوسي عليه عشان يجيلك كل جديد وكل بسيط من وصفات سومة في البيت البسيط ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم فما تنسونيش بالشروع والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله مع سومة وكل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم يعني لما تعملوا الاي سكريم ده في العيد وتفرحي اولادك حاجة جميلة وحاجة حلوة وكمان من غير تكلفة واقتصادية